لكن تحمل المسئولية الحقيقة يحتاج إلى جهد وإلى مسئولية وإلى الرجولة وإلى استشهاد وإلى يعني إحنا دخلين فعلا هذه ليست انتخابات عادية هي مسألة يعني حرب شديدة ضد الأمة ومؤامرة كبيرة تحاك ضد الأمة لابد أن نستوعب هذا ونقف بالمرصاد وعلينا مهمة ربما يعني لن يحملها غيرنا مشكلتك مش هيشيلها غيرك فكل واحد يشيل مسئوليته هذا ما أهيب به كل مجنس سواء من إخواننا السوريين أو العراقيين أو اليمنيين أو الليبيين أو المصريين لابد أن يقوم كل واحد منهم بدوره في خدمة هذه الأمة إحنا مش بنتكلم على إن إحنا ننجح شخص ولا بنتكلم إن إحنا ننجح حزب إحنا بنتكلم حماية للدين وللعقيدة وللأمة ولمشروع بعث الأمة الإسلامية مرة أخرى الذي لن يأتي إلا بنجاح المشروع التركي والمشروع السعودي والمشروع الماليزي والمشروع الباكستاني بحول الله تعالى حتى